بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة نأخذ الجزء الثالث في مراجعات التفاضل وحساب المسلسات ونحل فيها امتحانات كتاب المدرسة عندنا امتحانين تفاضل وحساب المسلسات في الكتاب هنحل الامتحانين دول النهاردة نبدأ بالامتحان الاول اسؤال الاول اختيار اول مسألة عايزين نهاية الدالة سين تكعيب زياد خمسة على سين في اتنين سين تربيع زياد ثلاثة لما سين تقول لمالة نهاية اول خطوة في مسال النهاية تعود مباشر لو عوضت هنا عن كل سين بمالة نهاية هتطلع معاك مالة نهاية على مالة نهاية كمية غير معينة عشان نعينها دي مسال المالة نهاية بنكسم على اكبر قص في المقام نعرف منين اكبر قص لو ضربت سين في سين تربيع بسين تكعيب يبقى اكبر قص في المقام سين تكعيب فهنجسم المسألة كلها على سين تكعيب السين تكعيب اللي هتكسمها في المقام دي ممكن تجسمها هتخليها هنا سين والقص هتكسم على سين تربيع اول قاسة اللي اكتعدل الدالة هضرب سين في القص البسطة هنزله زي ما هو اللي هو سين تكعيب زائد خمسة وهضرب سين في القص سين في اتنين سين تربيع باثنين سين تكعيد زاد سين في تلاتة بتلاتة سين تعال دي مثال الملأ نهاية هنقسم على اكبر سين في المقام اللي هي سين تكعيد هكسم هنا على سين تكعيد وهنا على سين تكعيد والبسط برد على سين تكعيد على سين تكعيد تعال اختصر سين تكعيد على سين تكعيد فالواحد زاد خمسة على سين تكعيد مفاش اختصار تنزل زمان سين تكعيد تروح مع سين تكعيب هتفضلك ال 2 زاد سين على سين تكعيب فيها سين تربيع هتتفضلك سين تربيع في المقام إبه 3 على سين تربيع النظرية الأساسية عندنا في مسألة المالة نهاية لما تشوف عدد على سين ده بصفر عدد على سين ده بصفر هتفضلك في البسط 1 وفي المقام 2 إبه نهيت تدالك تساوي 1 على ال 2 السؤال الثاني حساب مسلسات في المسلس أهل البيهجين إذا كان 4 ج ألف يسوي 3 جابة يسوي 6 ج ج عايزين قياس زاوة جيم المثال ده نستخدم فيه قاعدة الجيب وقاعدة الجيب التمان المعطى ده هنوصل منه لقاعدة الجيب أو لصورة قانون الجيب عايزين نخلص من ال 4 وال 3 وال 6 فهتجيب عدد ينفح تختصره مع ال 4 وال 3 وال 6 اللي هو ال 12 فنقسم المسألة كلها على ال 12 أقسم هنا على ال 12 وهنا على ال 12 وهنا على ال 12 كسيمنا على ال 12 عشان ال 12 أقدر اختصرها مع ال 6 ومع الثلاثة ومع ال 4 تعال نختصر على ال 4 فيه الواحد 12 على ال 4 فيه ال 3 اتفضل لك جا ألف على ال 3 يساوي على ال 3 فيه ال 1 على ال 3 فيه ال 4 يساوي على ال 6 فيه الواحد وانتفضل لنا جا جيم على ال 2 ده كده صورة قانون الجيد اللي بيقولك النسبة بين الأضلاع تساوي النسبة بين الديوب يبقى الثلاثة والأربعة والأتنين دول النسبة بين الأضلاع يبقى ألف شرطة إلى بيه شرطة إلى جيم شرطة هتساوي ثلاثة إلى أربعة إلى اتنين دي النسبة بينهم لو عايز قيمتهم ألف شرطة هنسمي ثلاثة ميم وبيه شرطة أربعة ميم وجيم شرطة أتنين ميم كده عندك الثلاثة أضلاع تقدر تجيب الزاوة اللي انت عايزها لما يكون عندك الثلاثة أضلاء وعايز زاوة بنستخدم قانون جيبه التمام احنا عايزين زاوة جيم فنستخدم قانون جيبه التمام اللي بيقول لك جات يا جيم يساو عندك حرف جيم يبدأ بالحرفين التانية أبقى ألف شرطة تربية زايت به شرطة تربية نوع جيم شرطة تربية على اتنين ألف شرطة به شرط كتبنا القانون معوض فيه أدي عندك ألف شرطة وهدي به شرطة وهدي جيم شرط ألف شرطة تربية ربع 3x$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ميم تربيه. ميم تربيه هتروح مع ميم تربيه هتفضل لك 21 على 24. ممكن تختصرها هتساوي 7 على 8. السبعة التمانية دي قيمة جاتا جين. احنا عايزين الزاوة نفسها. فهنضغط شفت. اضغط شفت كوزين سبعة على تمانية. زاوة جي ما تطلع معك تقريبا بتسعة وعشرين درجة. ده السؤال الثاني نشوف السؤال الثالث في الاختيار. السؤال الثالث في الاختيار بيقولك اذا كانت دلة سين بتساوي سين تربيه نقص واحد على سين نقص واحد لما سين لا تساوي واحد. واتنين الف لما سين تساوي واحد. بيقولك ان الدلة دي متصلة عندما سين تساوي واحد عايزين قيمة الف. اللغز في كلمة متصلة. الدلة دي متصلة عند الواحد. نفهم منها ان دلة الواحد تساوي نهاية الدلة عند الواحد. الدلة تساوي النهاية. فانت اجيب الدلة الواحد ونهاية الدلة عند الواحد وتساوي ببعض. الدلة هنجيبها منين من القاعدة اللي يساوي اللي هي القاعدة اللي تحت. النهاية نجيبها منين من القاعدة اللي يتوساوي اللي هي القاعدة اللي فور. يبقى الدلة متصلة عند الواحد دي افهم منها ان دلة الواحد تساوي نهاية الدلة عند الواحد. هتجيب الدلة والنهاية وتساوي ببعض. دلة الواحد هجيبها من القاعدة اللي تحت عشان قصادها يساوي. اسمها اتنين الف. يعني ايه دلة الواحد يعني عاوض عن السين بواحد. طيب ما عندكش سين عشان تعود عنا. خلاص سيبها زي ما هي. ده اللي ساد. النهاية هجيبها من القاعدة اللي فوق. عشان قصادها لا يساوي. احنا هنا هنجيب نهاية بها نعود تعود مباشرة. لما تعود عن السينات بواحد هتطلع معاك صفر على صفر كمية غير معينة. هنا ممكن نحلل. سين تربيع ناجس واحد تتحلل الفرق بين مربعين. يبقى نحلل البسط فرق بين مربعين. سين في سين. واحد في واحد. بالإشارات واحدة موجة بواحدة سالة. المقام هنزل زي ما هو سين ناجس واحد. تعا نختصر. سين ناجس واحد هيروح مع سين ناجس واحد. هتفضل لك سين زاد واحد. اخر خطوة تعويض. هنعوض عن السين بواحد. واحد زاد واحد بتساوي اتنين. كده جيبنا النهاية وجيبنا الدالة. هعمل لهم ايه هسويهم ببعض. هنسويهم ببعض عشان الدالة متصلة. يبقى هنساوي اتنين الف بالاتنين. الدالة بالنهاية اكسم هنا على 2 وهنا على 2 بقيمة الالف العيزة بتساوي 1 السؤال الرابع في المسلس سين صاد عين المقدار سين شرطة تربية زين صاد شرطة تربية مجسعين شرطة تربية على 2 سين شرطة صاد شرط يساوي مجد كترى المقدار ده قانون مين الله واضح انه هو قانون الجتة قانون الجتة هو اللي بنبدأ به بضلعين مجس الضلع التالي طب جتة مين جتة سين ولا صاد ولا عين قلنا تعرفها بتاركتين هو بادئ بحرف السين والصاد ناجس حرف ايه ناجس حرف العين يبقى ده قانون جتا عين او قلنا نعرفها بالحرف اللي بعد الناجس الحرف اللي بعد الناجس هنا عين يبقى ده قانون جتا عين لو الحرف ده سين يبقى قانون جتا سين وهكذا يبقى المقدار ده كان قانون جتا عين كده خلصنا السؤال الاول اللي هو سؤال الاختيار ندخل في السؤال التهني النقطة الأولى في السؤال الثاني مجسومة ألف وبي الاتنين عن نهايات نقطة ألف أعزين نهاية الدالة سينوس خمسة نقص اثنين وتلاتين على سين تربيع زياد ثلاثة سين نقص عشر لما سين تقول اثنين أو الخطوة نعوض تعوض مباشر هنعوض عن كل سين هنا باثنين لما تعوض تطلع معك سفر على سفر كمية غير معينة فهنلجأ للتحليل أو الضربة في المرافق أو الجسم المطولة أو القانون هنا ممكن نستخدم القانون عشان عندك حدين وقص كبير المقام ده مقدار سلاسي بسيط ممكن نحلله طب تعال نحلل ده الأول هنزل للبسط اللي هو سينوس خمسة نقص اثنين وتلاتين والمقام هيتحلل مقدار سلاسي بسيط سين تربيع عبارة عن سين في سين كم في كم بعشرة وتطرحه ميدك ثلاثة اثنين في خمسة الإشارات الكبير يخضل في النص الخمسة تاخد موجة واللي اثنينة تاخد سهلة بعد كده هنجسم المسأل لنهاية تين البسط هتاخده مع قص من دول هاخده مع سين نقص اثنين ولا سين زاد خمسة انا هاخده مع سين نقص اثنين اشمعنا عشان اللي اثنين وتلاتين اقدر اخليها تنين قص خمسة هتبقى شبهة اللي اثنين اللي تحت فانا هاخد اول قصين دول في نهاية الواحديهم وهاخد واحد على سين زاد خمسة في نهاية الواحديهم هنا اعتبر فيه واحد تعال نعدل دي اللي 32 كام أس كام هخليها قيمة سين والأس اللي فوق يعني هخليها 2 أس 5 ظهر معاك هنا القانون اللي هي نظرية 4 نطبق القانون الأس اللي فوق على الأس اللي تحت هتبقى 5 على 1 فهل 5 فيه الأساس اللي هو 2 الأس اللي فوق نجس اللي تحت 5 نجس 1 أربعة فيه ده هتخلص معاك بالتعود المباشر مفهاش ولا تحليل ولا جسم ولا قانون السين تقول لتنين يبقى هنعوض عن السين باتنين اتنين زاد خمسة بسبعة إبقى نهايتها بتساوي واحد عليها سبعة إبقى جبنا النهاية هنا بالقانون وهنا بالتعود المباشر هتكتب الكلام ده بالآلة انتش هتطلع معاك 80 على سبعة نقطة دي برضو عن النهايات عايزين نهاية الدلة دي لما سين تقول لصفر هتعوض فيها مباشر عن كل سين عندك بصفر هتطلع معاك صفر على صفر كمية غير معينة الدلة هنا فيها جا طالما عندك جا أو جا أو زا دي نهاية الدولة المثلثية النظرية الأساسية عندنا في نهاية الدولة المثلثية بتقول لك ان جا سين على سين دي بتساوي واحد بنجيب الواحد ازاي بنكسم المعامل على المعامل لازم تظهر عندك صورة النظرية دي عشان تظهر عندنا بنكسم على أكبر زاوية في المسألة وعينك دايما على الجا والزاو والله دي جا سين محتاجة تتجسم على سين ودي برضو جا سين محتاجة تتجسم على سين فهنا هنكسم المسألة كلها على سين فوقه تحت ونطبق النظرية جاء 2 سين على سين اكس من المعامل على المعامل 2 على الواحد فيها الاتنين زاد الخمسة دي بره تنزل زي ما هي فيه جاء 3 سين على السين اكس من المعامل على المعامل 3 على الواحد فيها التلات وتحت سين على السين فيها الواحد هتناتج دول اضرب الأول 5 في 3 ب 15 زاد 2 يساوي 17 تعال نكمل السؤال الثاني نكمل السؤال الثاني ده السؤال اللي سيبناه الحصة اللي فاتت اللي هي حصة مراجعة المثلثات حصة الاختيار والمقالي بيقولك حل المثلث قالب به جيم الحاد الزوايا كل زوايا فيه حاد مديك الضلع على في شرطة بـ 21 سنط وبه شرطة بـ 25 سن وطول قطر الدائرة مره برؤوس المثلث 28 سن مديك القطر كله اللي هو 2 نقل مديه لك 28 احنا عايزين نحل المثلث حل المثلث يعني تجيب له الثلاث أضلع والثلاث زوايا هتجيبه منين يا اما من قاعدة الجيب او قاعدة الجيب التمام هنستخدم ايه هنا؟ احنا هنا هنستخدم قاعدة الجيب او التمرين المشهور اشمعنا عشان يديك قطر الدائرة لما يجيب لك سري الدائرة بتستخدم التمرين المشهور اكتب التمرين المشهور وعوض فيه ألف شرطة على جه ألف يساوي بيه شرطة على جه بيه يساوي جيم شرطة على جه جيم كل نسبة من دول بتساوي 2 نقل هو مديك ألف شرطة وبه شرطة طعا نعود ألف شرطة بواحد وعشرين جا ألف ما نعرفهاش يساوي بيه شرطة بخمسة وعشرين جا به ما نعرفهاش يساوي جيم شرطة على جه جيم مش بالدهان يساوي 2 نقل 2 نقل هو طول القطر ومديك طول القطر في المثلة بـ 28 طول القطر ده هو لا يخليك تجيب كل المجهيل اللي عندك هتساوي كل نسبة من دول بالـ 28 ممكن نجسم الصفحة 3 حتات هساوي النسبة الأولى بالـ 28 21 على جا ألف تساوي 28 28 ده مقامة واحد كده نقدر نجيب قيمة جا ألف هنضرب مقص إبقى جا ألف بتساوي ابدأ بالنسبة الكاملة 1 في 21 على 28 هتساوي 21 على 28 كده تقدر تجيب زاوة ألف هتضغط شيفت شيفت تصين 21 على 28 زاوة ألف هتطلع معاك 48 درجة 35 دجيجة و 25 ثانية هنعمل نفس الكلام مع النسبة التانية النسبة التانية لها 25 على جا بيه برضو هساويها بـ 28 هنجيب قيمة جا بيه هنضرب مقص 1 في 25 على 28 إبقى بتساوي 25 على 28 عايزين الزاوة نفسها نضغط شيفت شيفت تصين 25 على 28 زاوة بها تساوي معاك 63 درجة و 14 دجيجة و 4 سوان كده انت عندك زاوة في المسلس تقدر تجيب الزاوة الثالثة من مجموع زاوة المسلس هتجمع الزاويتين دول وتطرحهم من 180 زاوة جيم اللي هي الزاوة الثالثة تطلع معاك 68 درجة و 10 دجايج و 31 ثانية كده عندك الثلاث زاوية و عندك ضلعين نقصك ايه نقصك ضلع نقصك الضلع جيم شرط هجيبه منين هساوي النسبة الثالثة دي بالـ 28 يبقى آخر النسبة اللي هي جيم شرطة على جا جيم و 10 و 31 ثانية و هنساوي الكلام ده بـ 28 عشان تجيب الضلع جيم شرطة هتضرب مجس هتضرب 28 في صين 68 و 10 و 31 اكتبع بالآلة جيم شرطة يطلع معاك تقريباً بـ 25 سند كده جبناله الثلاث زاوية والثلاث أضلع ابحلينا المسلس خلصنا السؤال الثاني ندخل في السؤال الثالث النقطة الأولى في السؤال الثالث بيقولك من الرسم البياني عايزين ثلاث حاجات عايزين نهاية الدلة عند الواحد و نهاية الدلة عند الاثنين و عايزين دلة الواحد في المطلوب الأولى عايز نهاية طالما عايز نهاية للدلة يبقى لازم تجيب النهاية اليمنى و النهاية اليسرى نهاية الدلة عند الواحد يبقى نجيب دلة واحد موجب اللي هي النهاية اليمنى و دلة واحد سالم لو سوى بعض يبقى نهاية الدلة دي موجودة لو ما سووش بعض يبقى نهاية غير موجودة طيب احنا عايزين نهاية الدل عند الواحد فهنيجي عند الواحد في الاول ونرسم خط رأسي الخط ده كسملك الشكل النصين الجزء اللي على يمين هنجيب منه النهاية اليمنى والجزء اللي على الشمال هنجيب منه النهاية اليسر نهاية اليمنى ابدأ من اليمين وامشي على الرسم لغاية ما تغبط في الخط وقيمة النهاية بتجيبها من محور الصدات اول ما تغبط في الخط روح خود اللقصادة في محور الصدات هتوصل عند الصفر ابن النهاية اليمنى بتساوي صفر النهائة اليسر ابدأ من الشمال وانشع الرسم لغاية ما تقبط بالخط خذ اللقصات افساد برضو وصلنا للصفر ايبا النهائة اليسرى بتساوي صفر والله النهائة اليوم اвиه سواء النهائة اليسر ايبا نهاية الدلة دي موجودة وقيمتها بتساوي صفر المطلوب الثاني عايزين نهاية التدلة عند الاثنين ايبا المراتي هنشتغل على الاثنين هنرسم خط يمر بالاثنين جسم الرسم الجزء اين الجزء کليمين هنجيب منه نهائيه اليومنه. الجزء الى الشمال هنجيب منه نهائيه اليسر. نهائيه اليومنه انشى عالرسم ولغى ا Gardкаłt没nieux kotsつ落 خضوا اللقصات وeftضنا للواحد.紀遠 نهائيه اليومنه سواء واحد. وامشى عالرسم لغى ا Gardкаłt qualitative خضنا Istanbul خضوا اللقصات وeftضنا للواحد. اليومنه سوت اليسرى ايضا نهائية الدلة موجودة وقيمتها بتساوا واحد shut window 2 تساوا واحد. آخر مطلوب عايزين قيمة الدالة عند الواحد دالة واحد يعني قيمة الدالة نفسها عند الواحد لو تلاحظ الدالة عند الواحد فيه هنا صغرة أو فيه دائرة مفتوحة طالما فيه فتحة يبقى دالة الواحد غير معرفة لو الدائرة دي كانت مغلقة وقال لك عايزين دالة الواحد فهتاخد اللقصة ده في الصاب فدالة الواحد كانت هتساوي صفر إنما الدائرة هنا مفتوحة يبقى دالة الواحد غير معرفة دي النقطة الأولى في السؤال الثالث نشوفه النقطة الثانية نكمل السؤال الثالث بيقولك قلب بيه جيم دال متوازى أضلاء ميديك فيه زاوية قلب بخمسين وزاوية دال بيه جيم بسبعين وبه دال بتمانئ عايزه محيط المتوازي تعال نرسم هنرسم قلب بيه جيم دال متوازى أضلاء زاوية قلب بخمسين ونخواص المتوازي بزاوية جيم برضو بخمسين زاوية دال بيه جيم بسبعين دال بيه جيم يجب أن نوصل دال بيه دال بيه جيم يده لك بسبعين درجة ومدك الضلع بيه دال اللي هو القطر ده يده لك بتمانية سنتي ايه اللي عايزينه؟ عايزين محيط المتوازي محيط المتوازي مجموعة ولا اضلاعه او مجموع اي ضلعين متجاورين في اثنين هنجيب الضلعين اللي جار بعض دول ونضربهم في اثنين هنجيب الضلعين دول من ايه من قاعدة الجيب من المسلس دال بيه جيم المسلس ده عندك فيه زويتين وضل تقدر تستخدم فيه قاعدة الجيب تعال نجيب الضلعين الثالثة الاول خمسين وسبعين ما وعشرين يبقى الضلعين هنا ستين نكتب قانون الجيب ونعوض فيه هنكسم كل ضلعين على جيب الزاو المقابلة ليه هنقول دال جيم على جا سبعين سو به جيم على جا ستين يسو تمانية على جا خمسين هتكسم كل ضلعين على جيب الزاو المقابلة ليه دال جيم على جا 70 يساوي بيه جيم على جا 60 يساوي 8 على جا 50 هذه النسبة المعلومة هي اللي هنجيب منها الضلعين اللي احنا عايزينه هنضرب مغس تعال نجيب بيه جيم في الاول بيه جيم يساوي هتضرب 8 جا 60 على جا 50 ابدأ بالنسبة الكاملة 8 جا 60 على جا 50 هتطلع معاك بتسعة سنتر هاخد النسبة الاولى دي هسوها برضو بالنسبة المعلومة عشان نجيب دال جيم دال جيم يساوي ابدأ بالطرف الكامل 8 جا 70 على جا 50 هتطلع معاك تقريبا بتسعة وثمانية من عشر كده جبت الضلعين اللي احنا عايزينهم بيه جيم طلع بتسعة سنتر ودال جيم طلع بتسعة وثمانية من عشر كده نقدر نجيب المحيط مجموعة ضلعين متجاورين في اتنين ابدأ المحيط يساوي الدلعين اللي جارب بعد اللي هم تسعة زاد تسعة وتمانية من عشر وهنضره في اتنين اكتبهم بالقالة المحيط يطلع معاك بسبعة وتلاتين وستة من عشر خلصنا السؤال التالت ندخل في السؤال الرابط نكمل السؤال الرابع مديك دلس مسين تربيع نقص واحد للمسين اكبر من او ساوي اتنين وسين نقص اتنين الف للمسين اصغر من اتنين عايزين قيمة الف التي تجعل الدلع دي متصلة عند مسين تساوي اتنين خدنا زي من شوية الدلع متصلة نفهم منها ان الدلع بتساوي النهاية متصلة عند الاثنين يبقى دلت الاثنين تساوي نهاية الدلع عند الاثنين الاختلاف هنا ان احنا هنجيب النهاية اليمنى والنهاية اليسرى عشان عندك اكبر من واصغر من تعانجي في الاول دلت الاثنين نفسها الدلع بنجيبها من عند القاعدة الاقصادي يساوي اللي هي القاعدة اللي فوق لها سين تربيع نقص واحد دلت اتنين يعني عاوض عن السين باثنين اتنين تربيع باربع اربع نقص واحد بثلاتة دي دلة الاثنين هنجيب النهاية مرادة هنجيب نهاية يمنى ويسرة النهاية اليمنى هتجيبها من القاعدة الاقصاد اكبر من اللي هي القاعدة اللي فوق خلاص هتطلع معك بتلاتة النهاية اليسرة هتجيبها من القاعدة الاقصاد اصغر من اللي هي القاعدة اللي تحت اللي هي سين ناجس اثنين الف النهاية هتعاوض عن السين برضو باتنين هتببى اثنين ناجس اثنين الف بالنهاية اليسرة اثنين ناجس اثنين الف هعمل لهم ايه دول هسوين ببعض عشان الدالة متصلة الدالة بتساوي النهاية ايبها ساوي 2 ناغص 2000 هنسويها بالثلاثة هعملها معادلة سبه سالب 2000 يساوي ودي الاثنين الناحي حتى انا بعكس الاشارة هتروح سالب 2 3 ناغص 2 بواحد اكسم هنا على سالب 2 وهنا على سالب 2 دول هيروحوا ايبها قالت بتساوي 1 على سالب 2 او سالب 1 على الاثنين السالب ممكن نكتبه في البصل كل اللي بنعمله لما يقول لك ان الدالة متصلة وعايز مجهول بتجيب الدالة والنهاية وتسويهم ببعض كده خلصنا السؤال الرابع نشوف السؤال الخامس السؤال الخامس وده اخر سؤال في الامتحان الاول النقطة الاولى بيقول لك ابحث وجود نهاية للدالة ابحث وجود نهاية للدالة دي عندما سينت اقول للصفر بحث وجود نهاية للدالة بنجيب النهاية اليمنى والنهاية اليسرى ونشوفهم بيساووا بعض ولا ما يساووش بعض سأج��idez النهاية اليمنى من القاعدة اليقصد الأكبر � Hy النهاية اليمنى هكذاه من القاعدة الي وبعدها إلى الدول المصلثيةymphوane على اكبر زاوية اللي ايه هنا السين ابه هكسم فوق على سين وهكسم بتاحت برضه على سين نطبق النظرية هكسم المعامل على المعامل اتنين على الواحد فيها الاتنين وهنا برضه هكسم المعامل على المعامل واحد على الواحد فيها الواحد اتنين على الواحد فيها الاتنين دي النهاية اليومنا النهاية اليسرى ده تخلص معك بالتعاوض المباشر السين تقول لصفر ابه نعاوض عن السناد دي بصفر خمسة في صفر بصفر والسين اللي تحت برضه بصفر هتفضلك ستة عالتلاتة. ستة عالتلاتة فيها الاتنين. كده النهاية اليمنى ساوت النهاية اليسرى. ابن نهاية الدلة دي موجودة وقيمتها بتساوي اتنين. اخر مسألة معانا عايزين نهاية الدلة دي لما سين تقول لي واحد. او الخطوة هنعوض عن السنات اللي عندنا بواحد هتطلع معانا صفر على صفر كمية غير معينة. هنلجأ للتحليل او القانون او الجسم المطولة او الضربة في المرافق. هنا ممكن نضروف في المرافق عشان عندنا جزر تربيعي. الجزر موجود في البصد ايبا هنضروف مرافق البصد. المرافق يعني غير اللي شرت في النص دي ايبا هنضروف مرافق البصد اللي هو 4 زائد جزري سين زياد 15. واكتبه ثاني تحت 4 زائد جزري سين زياد 15 هنضروف العدد في مرافقه بس 4 ف4 ب16 سالف في موجب بسالف جزر جزر يديك اللي تحت الجزر. اللي هو سين زائد خمستاشر. وحطوته في قص عشان جاب ليه سالب. اما فروض السالب ده ننضرب في القص. تعالوا ضربه بالمرة. سالب سين بسالب سين. وسالب في موجة بخمستاشر هتبقى سالب خمستاشر. زي ما قلنا دايما السالب يغير لك الاشارات. المقام كله هينزل. واحد نغل سين تربيع. وممكن نحللها كمان. في القص الثاني اربعة زائد جزر سين زائد خمستاشر. تعال ايش محفوغ? ستاشر نجس خمستاشر بواحد. والسالب سين هتنزل. ما فيه الشبهة. والمقام هينزل. ممكن نحل الواحد نجس سين تربيع ده فرق بين مربعي. الواحد عبارة عن واحد في واحد. السين تربيع سين في سين. شرط واحدة موجة بواحدة سين. والقص التاني ده هينزل. اربعة زائد جزر سين زائد خمستاشر. تعال اختصر. واحد نجس سين هتروح مع واحد نجس سين. تفضلك في البسط واحد على القصين دول. اخر خطوة تعويض. السين تقول لواحد. ابقى نعوض عن السينات اللي عندنا دي بواحد. تعال نعوض على طول. لو عطت عن السين بواحد. واحد زائد واحد باتنين. عوض عن السين دي كمان بواحد. واحد وخمستاشر ستاشر. جزر الستاشر اربعة. اربعة تمانية. ابقى تفضلك واحد على اتنين في تمانية. اتنين في تمانية بستاشر. ابقى نهاية الدلة واحد عليها ستاشر. كده خلصنا الامتحان الاول ندخل في الامتحان التاني. نبدأ في الامتحان التاني وسؤال الاول اختيار. اول مسألة. عايزين نهاية الدلة لما سين تقولي تلاتة. اول خطوة تعود مباشرة تطلع معنا صفر على صفك ما غير معينة. هنا ممكن نحلل. سين تربيع مجز تسعة ممكن نحللها فرق بين مربعين. البستة ينزل زي ما هو? وهنحلل سين تربيع مجز تسعة فرق بين مربعين. تبقى سين زائد تلاتة في سين ناجز تلاتة. احزف. سين مجز تلاتة هتروح مع سين مجز تلاتة. هتفضلك في البسط واحد على سين زائد تلاتة. اخر خطوة تعويض. هنعوض عن السين بتلاتة. تلاتة زائد تلاتة بستة. البنهية الدالة بتساوي واحد على ستة. سوال التاني سوال حب. يقول لك في المسلس الف به جيم يكون جتة الف زائد به سوما وقت. عايزين قانون جتة الف زائد به. انت متعوض في قانون الجتة يديك زاوية واحدة بس بعد الجتة. يعني اقول لك عايزين قانون جتة الف جتة به جتة جيم. نعم هنا عندك زاويتين. الف زائد ب. ممكن الزاويتين دول نخليهم زاوية واحدة. ده مسلس. مجموع زاوية المسلس 180. يعني زاوية الف زائد ب زائد جيم دول ب180. احنا عايزين الف زائد ب. فنود الجيم الناحية التانية بعكس الاشارة. يبقى الف زائد ب يساوي 180. ود الجيم بعكس الاشارة سالب جيم. يبقى قيمة الف زائد ب بتساوي 180 ناقص G فممكن نحوش ألف زادة ونكتب بدالها 180 ناقص G ونعدلها زواية منتسبة المية وتمانين ما تغيرش الدالة الجتة هتنزل جتة زي ما هي حط الإشارة 180 ناقص ده الربع الثاني جتة في الربع الثاني إشارتها سالبة فنحط هنا سالب يبقى جتة ألف زادة هي بعينها سالب جتة G خلانها زواية بحت تعال نكتب قانون جتة G عندك حرف جيم يبدأ بالحرفين الثاني ألف شرطة تربيع زائد بي شرطة تربيع ناقص جيم شرطة تربيع على اتنين في أول ضلعي ألف شرطة بي شرط فيه سالب هنا السالب ده مفروض ينضرب في البسط كله ولما ينضرب في البسط يغير كل الإشارات يعني ده تبقى سالب ألف تربيع ودي سالب بي تربيع ودي موجة بجيم تربيع القانون ده اللي هو سالب جتة G فين هو في الاختيارات هتدور عليه في الاختيارات هتلاقي الاختيار الرابع هو بس عمل عملية إبدال الجيم تربيع بدل ما في الآخر بدأ بيها سالب ألف سالب بي زائد جيم هي بعينها جيم نقص ألف نقص بي عمل عملية إبدال يبقى قيمة جتة ألف زائد بي هو الاختيار الرابع سوال الثالث ألف بي جيم مسلس فيه جا ألف على الثلاثة يساوي اثنين جا بي على الخمسة يساوي جا جيم على الأربعة عايزين النسبة بين الأضلاء ألف شرطة إلى بي شرطة إلى جيم شرط من قانون الجيب النسبة بين الجيوب بتساوي النسبة بين الأضلاء يعني اعتبر التلاتة إلى خمسة إلى أربعة دي النسبة بين الأضلاء بس الكلام ده غلط حتى فيه 2 هي نجاب لي الجاي لازم تخلص منها عشان تخلص من الاتنين هتضرب المقام ده في 2 عشان الاتنين يروحوا مع بعض وطالما درجت المقام ده في 2 هتضرب المقام ده برضه في 2 والمقام ده في 2 كده الاتنين دي هتوروح مع الاتنين دي خلصنا منها أضرب 2 في 3 ب 6 وهنا لما حزفنا ال 2 هتفضل لك الخمسة وهنا 2 في 4 ب 8 من قاعدة الجيب النسبة بين الجيوب بتسوي النسبة بين الأضلاع إيبا النسبة بين الأضلاع بتسوي 6 إلى 5 إلى 8 النسبة بين الأضلاع هتسوي 6 إلى 5 إلى 8 ده السؤال التالت في الاختيار نشوف السؤال الرابع آخر سؤال في الاختيار عايزين نهاية الدلة دي لما سين تقول لملأ نهاية او الخطوة تعود مباشرة هتطلع معانا كمية غير معينة مثال لملأ نهاية بنكسم على اكبر قص في المقام اكبر قص في المقام هنا سين بنكسم هنا على سين وهنا على سين لكن تحت الجزر التربية تكسم على سين تربيل السين لما تدخل تحت الجزر التربية تدخل بسين تربيل تعال نختصر السين هتروح مع السين هتفضل لك اتنين زائد واحد على سين ما فيهاش اختصار البسط نزل الجزر سين تربيع على سين تربيع فيها الواحد زائد تلاتة على سين تربيع ما فيهاش اختصار من النظرية بتاعتنا في المالة نهاية عدد على سين بصفر عدد على سين بصفر هيتفضلك في البسط جزر الواحد جزر الواحد بواحد و هيتفضلك في المقام اتنين إبن نهاية الدلة بتساوي نص ندخل في السؤال التالي أول نقطة بيقولك إذا كانت الدلة دي متصلة عندما سين بتساوي سلب 3 عايزين قيمة 1000 تقريبا أي امتحانة تلاقي فيه فكرة زي دي فكرة مهمة بيقولك الدلة متصلة ويطلب منك مجهور والله طالما الدلة متصلة عند السلب 3 إبا الدلة بتساوي النهاية متصلة عند السلب 3 إبا دلة السلب 3 يساوي نهاية الدلة عند السلب 3 هنجيب الدلة من عند علامة يساوي وهنجيب النهاية من عند علامة لا يساوي الدلة هنجيبها من القاعدة اللي تحت اللي اسمها سين زايد 1000 دلة سلب 3 هننتعوض عن السين بسلب 3 هتبه سالب 3 زايد 1000 دي الدلة نجيب النهاية من القاعدة اللي فوق عشان قصاد لا يساوي دي هتخلص معنا بالتحليل المقدار اللي فوق ده مقدار سلاسي بسيط السين تربيح سين في سين كام في كام بتلاتة وتطرحهم يديك اتنين تلاتة في واحد اللي شراط الكبير ياخد لفرنص والتاني عكسه المقام هينزل زمها وسين زايد 3 قصين دولا يروح مع بعض اتفضل لك سين ناجس واحد نعود تاني السين بسلب 3 سلب 3 ناجس واحد يساوي سالب 4 كده جبنا الدلة لو جبنا النهاية هنساويهم ببعض عشان الدلة متصلة بجوله سالب 3 زاد 1000 هنساويها بسالب 4 معادلة بد السلب 3 بعكس اللي شراط هتروح موجة بتلاتة يبقى القلب بتساوي سلب 4 زاد 3 بتساوي سالب 1 زي ما قلنا بتجيب الدلة لو النهاية وتساويهم ببعض تعال نكمل السؤال الثاني النقطة الثانية في السؤال الثاني يقول لك قلب بيه جي مسلس فيه تلت جا ألف يساوي ربع جبه يساوي خمس جا جي في الاول عايزين قياس زاوي جي طيب تعال نعدل المعطدة تلت جا ألف ممكن نكتبها جا ألف عال 3 يساوي ربع جابه ممكن نكتبها جابه عال 4 يساوي خمس جا جيم ممكن نكتبها جا جيم عال 5 قعدة الجيب النسبة بين الجيوب بتساوي النسبة بين الأضلاع إبقى 3 إلى 4 إلى 5 دولي النسبة بين الأضلاع إبقى ألف شرطة إلى به شرطة إلى جيم شرطة بتساوي 3 إلى 4 إلى 5 دي النسبة بينهم بتقدر تجيب قمتهم هتفرد ميم ألف شرطة هتساوي ثلاثة ميم أو ثلاثة أجزاء وبه شرطة أربعة ميم وجيم شرطة هتساوي خمسة ميم كده عندك الأضلاء بتقدر تجيب الزاوية لما يكون عندك الأضلاء وعايز الزاوية بتجيبها من قانون الجتة احنا عايزين زاوي الجيم يبقى نكتب قانون جتة جيم ابدأ بالحرفين الثاني اللي هم ألف وبه ناوج الجيم هتربع على طول ربع الثلاثة ميم بتسعة ميم تربيق ربع ال四 ميم ستاشر ميم تربيق موрипل ربع الجيم هتب بخمسة وعشرين ميم تربيق على اثنين في اول ضلعين اللي هم ألف شرطة بها الشرط اثنين في ثلاثة ميم فأربعة ميم تعني شمعون طرح تسعة زا altitude شارنا خمسة وعشرين خمسة وعشرين نقص خمسة وعشرين صفر صفر على المقام هنا برضو يساوي صفر جتة جيم بتساوي صفر احنا عايزين زاوية جيم نفسها ابقى نضغط shift shift وكوزاين صفر زاوية جيم هتطلع معاك 90 درجة كده يجبنا المطلوب الاول المطلوب التاني بيقولك لو كان محيطه المثلث 24 عايزين مساحته مديك المحيط اللي هو مجموعة طوال اضلاعه مدهه لك ب24 فاحنا نجمع الاضلاع دي ونسواها ب24 مدينا المحيط اللي هو مجموعة الاضلاع 300 زايد 400 زايد 500 ونسويهم ب24 تعا نجيب قيمة الميم اجمع 3 4 7 7 5 12 هتبقى 12 ميم بتساوي 24 اقسم هنا على 12 وهنا على 12 يبقى ميم بتساوي 2 جيبت الميم تقدر تجيب قيمة كل ضل هتضرب 300 يبقى تضرب 3 في 2 3 في 2 ب6 4 ميم 4 في 2 ب8 5 ميم 5 في 2 ب10 سمت كده عندك التلات اضلاع وعندك زاوية جيم ب90 تقدر تجيب مساحة المسلس قانون مساحة المسلس نص حاصل ضرب اي ضلعين في جيب الزاوة المحصورة بينهم هاختار انهي زاوية اختار الزاوة اللي عندك عندك شغل زاوة واحد اللي هي زاوية جيم اختارت زاوية جيم ببضل عين لتختارهم 1000 شرطة بيه شرطة تعال نعود في القانون نص فيه 1000 شرطة ب6 وبه شرطة ب8 فنص 6 في 8 في جا جيم زاوية جيم عندنا ب90 اكتب الكلام ده بالآلة المساحة هتطلع معاك ب24 سنتيمتر مربع خلصنا السؤال الثاني ندخل في السؤال الثالث النقطة الاولى في السؤال الثالث عايزين نهاية الدلة دي لما سين تقول لصفر او الخطوة تعود مباشر هتطلع معاك صفر على صفر كمية غير معينة الدلة هنا فيها جا وجاة وزا ايبا دي نهاية الدولة المسلسية هناك عاد جا والزا دي جا سين محتاجة تتجسم على سين ودي زا سين محتاجة تتجسم على سين ايبا هنجسم المسلة كلها على سين هكسم هنا على سين وهنا على سين واحد مجججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججج بتساوي صفر زاد جيه تلاتة سين على السين من النظرية اكسم المعامل على المعامل اتساوي 3 دي نتيجة الجيه تا بتساوي صفر زاد زاد 2 سين على سين اكسم المعامل على المعامل هتساوي 2 اجمع دول هتساوي 3 على 2 في مساء الدول المسلسية المهم يظهر معنا صورة النظرية او صورة النتيجة تع языком اكمل السؤال الثالث النقطة التانية في السؤال الثالث عايزين نحل المسلس غالب به جين اللازي فيه الف شرطة ب 9 سنطي وبه شرطة ب 15 وقياس زاوية جين ب 106 في المثل هنا مديك ضلعين وزاوية محصورة ابقى نستخدم قاعدة جيب التمام ولنعشان تعرف ازاوية محصورة ولا مش محصورة ممكن ترسم فهم يديك الف شرطة وبيه الشرطة وزاوية جين مديك ضلعين وزاوية محصورة ابقى نستخدم جيب التمام حال المسلس هنجيب له الثلاث اضلع والثلاث زاوية هو مديك ضلعين نقصك ضلع اللي هو جيم شرطة هنجيبه منين من قاعدة جيب التمام هتكتب القانون وتعاوض فيه عاوض على طول عندك حرف جيم ابدأ بالحرفين التانين اللي هم التسعة والخمستاشر تسعة تربيع زاوية 15 تربيع نقص اتنين في تسعة في خمستاشر جاتة الزاوية المحصورة بينهم اللي هي المية وست اكتب الكلام ده بالقال هتطلع معك 380 اخر خطوة نجيبيه الجزر عشان نلغي التربيع جزر التلتمائة وتمانين هتطلع معك تقريبا بتسعة واشر ونص كده عندنا التلاث اضلع عايزين الثلاث زاوية هو مديك زاوية زاوية جيم نقصك زاوية تين ألف وبيه هتجيبهم منين من جيب التمام اختر زاوية منهم مثلا زاوية ألف هنكتب قانون جاتة ألف عندك حرف الألف نبدأ بالحرفين التانين اللي هم به شرطة وجيهم شرطة عوض على طوب هتبقى 15 تربيع زا 19 ونص تربيع ناقص الضلع الثالث اللي هو التسعة تسعة تربيع على اتنين فيه أول ضلعين 15 في 19 ونص هتكتب الكلام ده بالقالة بعد كده تضغط شفت شفت كوزين والنتج اللي يطلع معك زاوية ألف هتطلع معك 26 درجة و20 دجيب كده عندك زاويتين نقصك زاويت به هجيبها منين من مجموع زاوية المسلس تجمع زاوية ألف وزاوية جي متطرحهم من 180 زاوية بقى تطلع معك ب47 درجة 39 دجيجة كده جبناله الثلاث زاوية والثلاث أضلع يعني حلينا المسلس خلصنا السؤال الثالث نشوف السؤال الرابع النقطة الأولى في السؤال الرابع عايزين نهاية الدالة لما سين تقول لسالب 2 أول خطوة تعود مباشر هتطلع معك صفر على صفر هنشوفها نحلها بعين طريقة هنا ممكن نستخدم القانون عشان البسطة عندك في حدين وعندك في قص كبير فممكن نستخدم القانون وتحت سين تربيع نقص 4 ده ممكن نحلله فرق بين مربعين تعال نزل البسط زي ما هو الأول سين زاوية 3 الكله 5 نقص 1 وحلل المقام فرق بين مربعين السين تربيع برعا سين في سين اللي 4 2 في 2 لشرط واحدة موجة بواحدة سالم هاخد البسط ده مع قص من دول في نهاية الوحدية هتاخد البسط مع سين زاوية 2 ولا سين نقص 2 أنا أخده مع سين زاوية 2 ما يعني؟ لانتلاحظ في البسط ده موجة ب3 نقص 1 3 نقص 1 تديك موجة ب2 إبقى أنا أخد أول قصين دول في نهاية الوحدية وهاخد واحد على سين نقص 2 في نهاية الوحدية زي المسال اللي حلنا من شوية ده هتخلص معك بالتعود المباشر وده هتخلص معك بالقانون تعال نعوض مباشر هنا الأول السين تقول لي سلب 2 بقى نعوض عن السين بسلب 2 سلب 2 وسلب 2 سلب 4 البنهاية دي بتساوي 1 على سلب 4 فيه؟ وهنجيب النهاية هنا بالقانون بس تعال نزبطها الأول نزبطها على صورة القانون لازم البسط يكون شبه المقام يكون شبه لتحت النهاية الاتنين اللي في المقام دي أقدر أخليها 3 نقص 1 ما 3 نقص 1 هي بعينها الاتنين فممكن تحوش الاتنين دي وتخليها 3 نقص 1 كده خلينا البسط شبه المقام لو عايز تصبت دي كمان دي سين خليها شبه القص سين زائد 3 فهتجمع هنا 3 وتجمع هنا 3 لو جمعت سلب 2 زائد 3 هيديك موجب 1 كده خلينا البسط شبه المقام شبه اللي تحت النهاية والواحد ده شكله زي ما انت عايز ممكن نخليه 1 قص 5 تعال نطبق القانون القص اللي فوج على القص اللي تحت يعني 5 على الواحد فيه الاساس اللي هو واحد القص اللي فوج نقص لتحت 5 نقص 1 باربعة هتضرب 5 في 1 على سلب 4 النتجي يطلع معاك سلب 5 على الاربعة فكريتها برضو ان احنا جسمنا المسألة النهاية تاني تعال نكمل السؤال الرابع النقطة التانية في السؤال الرابع ده هنرسم مديك على بيه جيم دال شكله رباعي فارسمنا اي شكله رباعي اضرب 7 بيه جيم ب12 سنت جيم دال ب8 سنت دال ألب ب12 سنت ومديك طول القطر ألف جيم بيساوي 18 سنت كده خلصنا رسم بيقولك قسبة ان ألف جيم ينصف زاوية بيه ألف دال عايزين نسبة ان ألف جيم ينصف زاوية بيه ألف دال يعني عايزين نسبة ان الزاوية دي متنصف يعني مكسومة نصي الزاويتين دولي سابعة فكل الفكرة هنجيب زاوية بيه ألف جيم لوحدية وزاوية دال ألف جيم لوحدية لو ساهم بعض يبقى فعلا ألف جيم ينصف هجيب زاوية ألف دي منين من المثلث ألف بيه جيم المثلث ده عندك فيه 3 أضلاع تقدر تستخدم قاعدة جيبة تمام الزاوية اسمع بيه ألف جيم زاوية ألف الضلع الأقصادها ألف شرط زاوية جيم الضلع الأقصادها جيم شرطة زاوية بيه الضلع الأقصادها بيه شرط أو من غير ما تسمي انت عايز زاوية ألف هتبدأ بالضلعين اللي بيحصروها الضلعين اللي حواليها لهم 27 زاد 18 نجس الضلع الثالث اللي هو اللي 12 بس يقوله تربعات وبنعود على طول 27 تربيع زائد 18 تربيع ناجس 12 تربيع على 2 فيه أول ضلعين 27 فيه 18 هتكتب الكلام ده بالآلة إنه ده شيطلع معاك ب101 على 108 آخر خطوة نضغط shift shift وكوزين النتج ده زود بها الف جيم هتطلع معاك ب20 درجة و44 دجيجة و30 ثانية هنعمل نفس الكلام بالضبط في المثلث التاني احنا عايزين زاوية دال ألف جيم يبقى نكتب قانون جاته زاوية دال ألف جيم انت عايز زاوية ألف؟ ابدأ بالضلعين اللي بيحصروها اللهم الـ 12 والـ 18 ناجس الضلع الثالث اللي هو الثمانية يبقى 12 تربيع زائد 18 تربيع ناجس 8 تربيع على 2 فيه أول ضلعين 12 في 18 اكتب الكلام ده بالآلة هتطلع معاك برضو 101 على 108 اضغط شفت هتطلع معاك 20 و44 وتلاتين معنى كده ان الزاويتين سواهم بعض طالما سواهم بعض يبقى إذن ألف جيم ينصف زاوية بيح ألف دال ده المطلوب الأول المطلوب الثاني عايزين مساحة الشكل الرباعي والله الشكل ده مكسوم مسلسين يبقى أجيب مساحة المثلث الأول لوحدين ومساحة المثلث التاني لوحدين بقى كده نجمحهم مع بعض نبدأ بمساحة المثلث ألف بهجيم هدول النص حاصل ضرب أي ضلعين في جيب الزاوية المحصورة بينه إبقى بيساو نص 27 في 18 في جيب الزاوية اللي احنا جبناها دي اللي هي 20 و44 وتلاتين مساحة ألف بهجيم يطلع معاك 80 سنتيمتر مربع تقريبا كده نجيب مساحة المثلث التاني برضو بنفس القانون نص حاصل ضرب أي ضلعين في جيب الزاوية المحصورة بينه لما تجيب مساحة مسؤالة 6 تطلع معك تقريبا بـ 38 مساحة الشكل الربعي كله هتجمع المساحتين دول هتجمع 86 و 38 هتساوي 124 سنتيمتر مربع كده خلصنا السؤال الرابع ندخل في السؤال الخامس السؤال الخامس وده آخر سؤال معنا في الامتحانين النقطة الأولى فيه ألف عايزين نهاية الدالة لما سين تقول صف خطوة الأولى تعقود مباشرة تطلع معنا كمية غير معينة الدالة هنا عندك فيها جزر تربيعي يبقى ندره في المرافق الجزر موجود في البصل يبقى ندره في المرافق البصل يعني غير اللي شرع اللي في النص يبقى ندره في المرافق اللي هو جزر سين زاد 4 زائد 2 واكتبه تاني تحت جزر سين زاد 4 زائد 2 ادره بالعدد في المرافق جزر في جزر يدك اللي تحت الجزر اللي هو سين زاد 4 سالب 2 في مجاب 2 بسالب 4 والمقام كله هينزل سين تربيعي زائد سين ممكن أحللها ممكن أخذ منها سين عمل مشترك يبقى أخذ منها سين وبعد العمل بنجسم سين تربيعي على سين في هالسين زائد سين على السين في هالواحد ونزل القص التالي ده اللي هو جزر سين زائد 4 زائد 2 تعال نجمع مجاب 4 وسيلة 4 يروح مع بعض خلاص ممكن ألغاء خالص وعندك سين فوق هتروح مع سين تحت كده البسط تفضلك فيه واحد والمقام تفضلك فيه القصين دول آخر خطوة هنعوض السين تقول لسفر يبقى هنعوض عن السينات دي بصفر سين بصفر صفر زائد 1 بواحد سين بصفر صفر زائد 4 بـ 4 جزر اللي 4 2 2 و 2 4 يبقى تفضلك في المقام 1 بـ 4 1 بـ 4 بـ 4 يبقى نهاية الدالة بتساوي 1 على الـ 4 بتساوي رؤية مقطة بي عايزين نهاية الدالة لما سين تقول لي ما لنهاية تعال نعدل الدلة الأول ممكن نضربهم في بعض الجزر دي اعتبر مقام واحد فهنضرب بسط بسط مقام في مقام واحد في الجزر ينزل زي ما هيه واحد في سين بسين كده عدلت الدلة بس دي مثال المالة نهاية بنكسم على أكبر قص في المقام أكبر حاجة في المقام هنا سين يبقى أكسم هنا على سين إنما تحت الجزر التربيعي نكسم على سين تربيع تعال نختصر ونستخدم النظرية سين على سين دي فيها الواحد نظرية المالة نهاية لما تشوف عدد على سين ده بصفر سين تربيع راحت مع سين تربيع اتفضلك الأربعة الأربعة دي تحت الجزر التربيعي تبقى جزر أربعة بتساوي أتنين آخر مسألة معانا دي ترقومة خدناها في قولة سانوي يقول لك شكل خماسي منتظم محيطه 30 سنط مديك محيط الخماس ستقدر تجد طول الضلع هو خماسي بعيز طول الضلع نكسم على خمسة 30 على الخمسة فهل 6 طول الضلع ده كنا بنسمي فلسانوي سين إبا سين اللي وطلوا الضلع بيساوي 6 سنط مديك محيطه عايزين مساحة سطحه عايزين مساحة الخماس المنتظم كنا واخدين قانون لمساحة المضلع المنتظم فلسانوي بتساوي ربع نون سين تربيع زوتا بي على نون مساحة اي ي minimal تغيير المنتظم بتساوي ربع نون سين تربيع زوتا بي على نون نون اللي هي عدد الاضلع ده خماسي بعدد الاضلع خمسة سين اللي هي طول الضلع طول الضلع اجيبناه بست يبا سين دي بست زوتا اللي هي مقلب الزا واحد على زا بي على نون البي بعد النسب المسلسية بمئة وتمانين ونون جلنا عدد الاضلاع بخمسة تعالنا عوض كده هنزل الربع في نون عدد الاضلاع ده خماسي بعدد اضلاع وخمسة في سين اللي هي طول الضلق الضلع بستة سين تربيه هتبقى ستة وتلاتين في الزطة دي مقلوب الزا يعني بتساء واحد على زا بي على نون البي بمئة وتمانين والنون بخمسة يبقى مية وتمانين على خمسة هتكتب الكلام ده كله يديك مساحة الخماس المنتزد هتطلع معاك واحد وستين وتسعة من عشرة بكده خلصنا الجزء التالت معانا اللي هو حل الامتحانات انفضل معانا وقت تاني هنحل امتحانات تاني ان شاء الله كل حصص المانع جهتلاوها في القائمة اللي بتظهر هنا دي واشوفكم على خير ان شاء الله اشتركوا في القناة